اشتركوا في القناة في سورة المائدة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو اراد ان يؤلف القرآن كما يدعي اعداؤه لماذا يحرم على الناس هذه الاشياء هذا التشريع ماذا سيقدم له في دعوته ما الذي سيستفيده يعني هذا اكبر دليل على ان هذا القرآن كلام الله اثبت العالم ايها الاحبة ان الدم هو مرتع للبكتيريا والجراثيم والفيروسات لذلك حرمه الله الخنزير ايضا سبحان الله هذا المخلوق يعني قذر ولديه مشاكل كثيرة ولديه بعض انواع البكتيريا والطفيليات والديدان حتى بعد طبخ هذا هذا اللحم لحم الخنزير لا تذهب يبقى فيها بعض الاثر لذلك الله تبارك وتعالى اراد لنا الخير يعني هذا التشريع يعني ليس ليقف ضدنا بل هو لمصلحتنا كذلك ايها الاحبة الميتة هذا الكائن عندما يموت سواء كان بقر او غنم او اي شيء عندما يموت فان هذا الدم يفسد وهذا اللحم يفسد ايضا ويتلوث هناك ملوثات كثيرة اذا لم يذبح على الطريقة الشرعية الاسلامية مع التسمية بسم الله فان هذا هذا اللحم سيكون مصدر وبال على الانسان وسيصيبه بالكثير من الامراض لذلك اراد الله تعالى ان يجنبنا هذه الامراض فاعطانا هذا التشريع الالهي ليضمن سعادتنا وصحتنا اذا كل شيء في القرآن هو لمصلحتك ايها الانسان سبحان الله الحقيقة في هذا الجزء نجد ايضا الكثير من ايات التشريع تشريع الصلاة والزكاة الصلاة ايها الاحبة لها فوائد كثيرة تنظم حياة المؤمن تأملوا معي هذه الاية في هذا الجزء إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كثرة الركوع والسجود هي افضل رياضة للانسان تقيه من شر الكثير من الامراض حتى الام الحامل تنصح بالاكثار من الركوع والسجود لتسهيل حركة الجنين وتنشيط حركة الجنين وتسهيل الولادة سبحان الله الزكاة ايها الاحبة هي طريقك للسعادة الابحاث العلمية التي نشرت في مجلة السعادة الامريكية شيء عجيب يقولون لك عندما قاموا باختبار وجدوا أن الذي يعطي شيئا من ماله بشكل مستمر ولو حتى كان لباس قديم أو بعض الطعام الذي يزيد لديك تعطيه لمن يحتاجه فإن هذا يساهم في إفراز هرمون السعادة في الدماغ ويعزز لديك شعور بالسعادة ويكسبك نظاما مناعيا أفضل سبحان الله يعني هذه الزكاة عندما فرضها الله عليك أيها المؤمن لمصلحتك أولا وأخيرا أنت الله لن يستفيد منك شيئا أنت من تفيد نفسك نسأل الله تعالى أن يعلمنا وينفعنا بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته